السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديلي الزمريم نتمنى ان شاء الله تكونوا لكم بخير و في صحة جيدة يا ربي اليوم ان شاء الله سنقدم لكم المقرط أو المعمول بالطمر يجي ناجح لا تفرق لنا في الزيت هنا انا طيبت لكم في الزيت و في الفرن يعني مقلي و في الفرن هذا الدبا اللي قطعنا المقلي و الاخر راه في الفرن و يجعون نفس النتيجة نفس التعليقة انا مبقيتش اصلا كنقليه حيث بثاف ديال الناس كيتفرق عليهم في الزيت فقلت نجرب معكم الوصفة باش تشوفوها بعجين واحدة ما غني بتلو في احتى حاجة كنديروها نفس العجين في الفرن و نفس العجين اللي كان نقليه في الزيت يجي ناجح اللي كيشوف القناة الاول مرة اشترك فاضلا ملايس امرا باش تجعوني باش نستمر معاكم عندي بزافة الوصفات اللي غادي اترككم و اللي معايا في القناة يدفع الجرس و يخلي الياجي نبدو على بركة الله في المقادر و الطريقة التحضير تبعوا معايا التفاصيل باش نجح لكم هنا عندي 900 جرام ديال السميدة ديال الحلوية ترقيقة ديال بغرير ديال السميدة 900 جرام و 300 جرام ديال الدهون اللي هما الزيت والزبدة انا كنخلطهم او غادي تديروا يعني ثلاثة ديال الزلايف لان هذه الزلافة كتهز 300 جرام ثلاثة ديال زلايف ديال السميدة و زلافة ديال الدهون إذا غادي تديرو الزبدة الحيوانية غادي تديرو الزيت كتر ما الزبدة يعني غادي تديرو كتر من السumes covid اعد 4� أضافة ديال الزبدة كنتوا غادي تديرو لما غيروان غادي تربون نوص نص ايه علبار كثير غادي تديرو 3صد ديال السميدة و ديال الدهون هذه القاعدة ديال المقرط غادي نبز Lautes سميدة بزيان لما غادي تديرو شبحها بحيف زيت و الزبدة الزبدة الحيوانية فقدرت الزبدة أكثر من الزيت سوف نغطيه الزيت أكثر من الزبدة سوف نغطيه ونجعله كي يرتاح تقريبا الليلة كاملة أو لأقل حاجة يرتاحها أنا أجنته في الصباح وسوف نخدمه في الليل سوف هنا هذا الوقت اللي ارتحت فيها هذه الزميدة هنا سوف نأتي الحشوة عندي طمر عجين معلقة كبيرة للزبدة تقدروا المارغارين تقدروا أي نوع الزبدة و معلقة 50 جرام أو معلقة كبيرة عمراء زنجلان محمرة و معلقة صغيرة القرفة سوف نعجن هذا الطمر مزيد و سوف نشكله قوائرات في هذا المعمول يفضل أن تخدموا بالميزة لكي لا يضعش لكم شي حاجة يعني لا تبقى لكم العجين لا تلقى ما تدروا بها سوف نمركم الطريقة و لا يبقى لكم حتى الحشوة و هنا بالنسبة للعجين سوف نأخذها قوارات 10 جرام هنا شكلت هذا العجين هذا الطمر أعطتني 52 حبة الطمر لكي نعرف كيف سوف نقسم هذا السميدة سوف نأخذها كبيرة تبصيل و طويلة و sitting 4 لتر además 250 مل حليب كاس كاس ن Wide وعند نصف كاس الماء الزهر كاس ونصف الحليب وكاس ونصف الماء الزهر ونبدأ نعجي بقره الأصابع التي كانت جمعها السميدة كانت بالحليب وعلى ما حدرته بالحليب تستطيعون تحصيله بالماء ولكن بالحليب تشعر بقرص يأتي بنين يأتي بنين يأتي بنين ويأتي بقرصة الزهر يكون بالماء عمتان ويأتي بنين ويأتي بنين ويأتي بنين كمية كاس ونصف ويأتي بنين ويأتي بنين ويأتي بنين ويأتي بنين ويأتي بنين هنا أعبرت العجين العجين أعطتني تقريبا 1.400.300.000 قسمتها إلى 52 ويأتي بنين 22 جرام فهنا نشكل ويأتي بنين 22 جرام ويأتي بنين ويأتي بنين 22 جرام ونستمر ونشكلت العجين ونضيعهم ونضع 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 ونحضر ونضع كمية لن أتفكركم لن نروا الان ونضح لختمات أعطاء من الطماء المازال ما دار جيم ايضا وهو كيتفرج أنا كان فكركم غير الى زبعتوا التارقة والزبدة خصوصا الزبدة باش غادي تخلطوا المعمول إلا كثرتوا الزبدة الحيوانية اللي هي الزبدة سبيسيال فغادي تحلكم في المقلع بغيتوا وخفتوا منها واناكو متعرفوش العبار ديروا ماركارين بغيتوا يجيبنين ديروا زلافة لاروب ديال الزيت وديروا ربع زلافة وديروا ربع وكملوه بسبدة هذه القاعدة ديالو ما غاديش ان شاء الله ما غاديش غاديش يستقلكو سافي هنا غادي ناخد كل كورة غادي ندوزها في السميدة وغادي نطبعها بهالطبع هذا اللي ما عندوش يقدر دير الطبع العادي التقليدي ديال المعمول واللي يقدر ديرو حر هاكا طويل بودا محلول واللي تديرو هاكا تبسطوه طويل وتحقش تديرو بودان ديال الطمر وتلويه وتقطعوه كما بغيتو غير هاكا حسن هاداك المقطع كيد يعني كيد دارق الفرن لانه غادي تشتسلكو في المقلاع بالنسبة لهادو دي دخلت للفرن راني ندوزهم في السميدة هما هادو واخرين ديال المقلاع مدوزتهمش يعني اخب لاش لان عاديك السميدة عادي توسخ لنا المقلاع وانه غادي تحرق غادي ندخلو هاداك ديال الفرن الفرن ساخن في اللي كان نسخنوه فاش كنجروم نقصو الفرن 180 الى كانت 180 كيس خليكم بسر غادي تجيرو 170 وغادي تخليو حتى كيطب على خاطره هادا ديال المقلاع كيطب على خاطره كتتقصو على حتى هو البوطة وكتخليو كيتحمر على خاطره ولكن كيطب قبل من هاداك لفران كياخد الوقت باش يتحمر ولكن ماشي مشكل هنا بالنسبة للعسل فانا صيبت لي لقبل هادا ديال الضار الى بغيتو الطريقة ديال العسل العسل اللي كان زير كيجي ناجح تهوه ضغيه ضغيه ما كتتعليه لك وكيجي ناجح هنا ها هو المقروض ديالي راه طاب التحت خليت ديال المقلاع والفق درتعليه ديال الفران صافي خليتهم هاكا تقريبا واحد نساعة هما كيشربوا العسل وهو ما شكل ديالهم النهائي كيكي جي هادا هو اللي ديال الفران اللي في الصحر الكبير والاخر ديال المقلاع الى عجبتكم الوصفة بارتجوها مع الاصدقاء ديالكم ما تبخلوش عليها بالجيم شجعوني باش نستمر وباش ان شاء الله نقدم لكم وصفات اللي غادي طرقكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة